خلينا نروح لأخبارنا وأول خبر معنا الدكتور أشرف صبحي بيدي 3 و3 من 10 مليون جنيه مكافآت لاتحادات اليد والمصارعة والتايكوندو وكمان لبعض أنديت السعيد في مصر بيديهم مكافآت بيدي اتحاد اليد مكافآت عشان متخب القومي لكرة اليد فاز ببطولة أفريقيا وكمان المتخب القومي المصارعة وفوزو والتايكوندو وكمان دعم الاتحاد المصري الفروسية وعدد من أنديت السعيد والوجه البحري بياتي كل ده في حرص وزارة شعب الرياضة في تقديم كافة أنواع الدعم المادي والوجيستي للأندية والاتحادات الرياضية وكان الدكتور أشرف صبحي صرح وقال أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المناسب وفقا للوايح والقوانين والميزانيات المتاحة من أجل تطوير المنظومة الرياضية وقال أنه دلوقتي الوزارة كمان بتدرس معاه تضرر الأندية الشعبية بمختلف درجاتها بيدرسوا دراسة كاملة علشان يقدروا يطلعوا آخر الحاجة اللي تساعد كل الأندية أو كل الرياضيين نجمتها الكبيرة رحاب جمعة بتنضم لنادي سان جياني الفرنسي لمدة موسم واحد زي ما احنا عارفين رحاب كانت أصغر لعبة مصرية تحترف في الملاعب الأوروبية وكمان مع زميلتها أكيد كابتن مصري وكابتن نادي الألي كابتن مارو عيد وكابتن مارو أكيد كانت بتلعب في نادي نيس رحاب الجمعة كانت بتلعب في نادي سامبر في دوري الدرجة الأورى الفرنسي أكيد كل أمنياتنا طيبة بالتوفيق لريكابتن رحاب جمعة في الخطوة الجديدة وفي نادي محترف بإذن الله تحترف وإذن الله تتقلق زي ما هي متقلقة عمر خالد نجمنا الكبير في ألعاب القوة وناشئ ألعاب القوة بيتصدر التصنيف العالمي ل110 متر حواجز نجمنا 18 سنة موليد 16 ستة 2002 يعني 18 سنة عمر تفوق على لعيبي جمايكا لأنه عارفين جمايكا قوية جدا في الحواجز وقدر التصنيف العالمي من الثاني إلى الرابع كلهم من جمايكا لكن عمر خالد تفوق وده تحت 20 سنة رقمه دلوقتي 13-43 سنية بفارق 8 أجزاء من السنة عن صاحب المركز الثاني نسيب عمر خالد ونروح لنجمنا علي خلاف الله ونجمنا الكبير في السباحة ومها عبد السلام اللي لسه قاعدين في أمريكا كان الأسبوع اللي فات رجع سباحنا 17 سباح المهندس سياسي الإدريس مع التعاون مع وزارة شباب الرياضة بالدكتور أشرف صبحي قدروا يرجعوا 17 سباح لكن مها عبد السلام وعلي خلاف الله استقروا هناك وقالوا أنهم يعني عايزين يعودوا لأن عندهم فيه مها عندها دراسة وعلي لسه الأمور كلها كان لسه عنده تدريبات لكن قال أنه هو الأمور بتسير معاه بشكل كويس وناشد علي في كلامه كل المصرين يتعاملوا وهو مها عبد السلام لأنهم يتعاملوا مع الأمور بجدية ويلتزموا بتعليمات الحكومة لأن فعلا الأمور لازم أكيد يعني أمور صعبة جدا في أمريكا لكن هما ما شاء الله هما الاتنين هيطمنونا بنفسهم بعتلنا فيديوهات من الياكي خليها نطلع نشوفها وترجعوا لنا مرة تانية